السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعة عدل فتح في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير وعيدكم إن شاء الله في الخير دايما ويا رب كل أيامكم تبقى عيادة فجئة النهاردة وإحنا في العيد ما عرفش أسرة الحاج الجابر بتصدر لنا شيء سلبي لم نتعود أبدا إن إحنا ننتظره من أسرة الحاج الجابر تم إغلاق قناة الأستاذ منعم وله كل تأدير وكل احترام والرجل مواقف وأنا طبعا الأستاذ منعم من الناحية الشخصية أكن له كل تأدير وكل احترام لشخصه الكريم ولقناته نختلف نتفق في أي شيء لكن يظل هو إنسان غالي وعزيز على عادل فتح النهاردة الأستاذ منعم قال إن أنا غلق قناتي بسبب مساندة القضية الفلسطينية وأحنا بنقول له يا أستاذ منعم فدك ألف مليون قناة وإن شاء الله إذا كانت راحة قناة تلتمائة ألف فانس تقريبا يعني كانت خلاص إن شاء الله لو ما راجعتش حتى وفضلت قناة منعم اتنين افتكر كلام عادل فتحي في شهر واحد قناتك منعم اتنين حتصل إلى مليون مشترك بإذن الله وأنا بدعو كل مشتركي عادل فتحي للاشتراك في قناة الأستاذ منعم مساندة له وللظلم الذي وقع عليه في حين لقينا اللهم لا شمات فيك أسرة الحج جابر طلع ومحمود طالح وحزفه عامل استوري قاعد بيقولها قال بيقول إيه إنها اتغلقت بسبب القضية الفلسطينية لا دي أول هدية بعثناها لك يا أم زياد ما تعودنا أبدا من إمبراطورية الحج جابر وجمهورية حمدي هذا التشفي وهذا الغل وهذا الشماتة في قناة خاصة إن دي قناة مرآة كبيرة جدا وده على فكرة مصمار كبير جدا مصمار كبير جدا بيتحط في إمبراطورية الحج جابر وقنواته وأنا بقول للحج جابر نداء من هذا المكان وحمدي كفوا عن أي تحركات لإن ده مش هيبقى في صالحكم على المستوى الإنسان اتفاجئنا وبرضو محمود وحسن ومحمد وهم بيقول حنرجع مش عارف إيه وكلام من ده إحنا كنا نقدر نرى على الأمور وكانت الموضوع انتهت وبدأ محدش يكتب خلاص والموضوع انتهت وكنت أنتوا تقدروا تطلعوا بمنتهج شفافية زي أنا ما قلت وتقولوا واحد اتنين تلاتة اربعة طلعوا ومعرفش الأمطار دي جاية منين ولا ايه بيقولك احنا في الجو السيء والظروف الصعبة اللي احنا فيها احنا رايحين لما بحث الانترنت انتوا خدتوا اتجاه صعب جدا مش اتجاه أسرة الحج جابر مش الاتجاه اللي احنا ما قلوا فين فين احنا نسمعه من أسرة الحج جابر أبدا أو من امبراطورية الحج جابر انتوا اليوم عايتوا على المصريين عيد صعب جدا مرارة كبيرة جدا بنقول لمنعم كل المساندة ليك منعم ودائما وراء منعم وضد كل ضربة ظالمة وجهت الى الاستاذ منعم سواء الغلق تم بسبب وانا متأكد ان هو بسبب الفيديو بتاع المية وثلاثين ساروخ اللي هو حطهم او بسبب حتى أسرة الحج جابر غلط جدا وافتكروا كلام عادل فتحي انا كنت مساند جدا لكن انا عمري ما اقفل غلط زي ما قلت انا راجل راجل عندي ضمير مهني وبقول له يا محمود ويا حسن ويا محمد كفوا عن التلويح والتهديد باستخدام القوة ما تعهدنا ابدا في أسرة الحج جابر هذا الاسلوب وبقول له الحج جابر لابد ان يكون لك رد لان لما حاولت مثلا تأذو الاف القنوات حيبقى ده بالنسبة لكم شيء غير يعني منصف لكم كل التحية وكل الاحترام وكل التأدير وكل سنة وكل محب عادل فتحي بخير ولكن اللي انا شفته النهاردة شيء صعب جدا جدا وبنقول له الاستاذ منعم ولا يهم القناة انت كده عندنا بقيت هرم رابع في اليوتيوب وستظر الهرم رابع وبخت قناتي انا روخر القناتين يضغلقوا بسبب مسندتي للقضية الفلسطينية كل التحية وكل الاحترام للاستاذ منعم وكل الاحترام والتأدير لمحبي ومتابع عادل فتحي في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة